دائما معكم الدكتورة خرات سعيدة خصائية في تب الشول اليوم غادي نتكلمو على كيفاش نقدرو نتعاملو وكيفاش نقدرو نقاومو هاد ستخيس هادا كيفاش نقدرو نقاومو وشفنا بانا ستخيس هو كيأثر علينا كيأثر على حياتنا كيأثر على صحتنا كيأثر على المجتمع كيأثر على الخدمة ديالنا كيأثر على جميع الحويج اللي يقدرو اللي محيطين بنا وكيفاش كنين مسائل اللي هما علمية وتبسوا بانا الفعالية ديالهم تبسس علميا بحال مثلا هني غادي نتكلمو على الاسترخاء اللي هو الاسترخاء العصبي العضالي هاد الاسترخاء هدا جا واحد العالم اسميتو جاكوبسون هاد جاكوبسون هاد فكر قال بانا هاد استخيس هادا عشنو كيعملنا في الدس يعني بانا كين واحد الانضار كيوقع في الدماغ في الجسم مثلا وفي الدماغ وكيمشي الجسم والجسم هو اللي كيعطينا هاداك المقاومة يعني بادنية كيفما شونا يا اما المجابهة او المواجهة يا اما الهروب دون هاد استخيس هدا هاد جاكوبسون قال بانا انا غادي نعمل ضد يعني اللي فكرس يعني غادي نشوف بانا ايلا مشي تحكم سنا في الجسم وغادي نسد دمع غادي نشوف نتحكم في الجسم وغادي نخليه يسترخي يعني وغادي نشوف شنو غادي يوقع من بعد وفعلا تثبتت هاد تجربة دي لهاد جاكوبسون هادا اللي كان مختص في هاد لغوالاك ساسون نغوميسكولير اللي هي الاسترخاء العصبي العدالي بي نس بانا الانسان فاش يرخير اصو وفاش ينعس على الظهرو وكيعمل هاد بحال هاد الاسترخاء بحال هكا كيكون واحد الرسالة تتمشي من 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 الجسم من الانسان كتمشي كتاخد عن طريق الو سيستم نغفو سمباتيك اللي هو واحد جهاز العصبي ويدي تيمشي وتعطينا واحد يعني واحد الرسالة تيمشي كتسمى الواحد تشكيل شبكي اسميتها هاد التشكيل شبكي هاد واحد المنطقة كينا في الدماء هي اللي ستكون عندها علاقة مع الياقضة اولا مع النوم دونك وهنا كيكون واحد الرسالة تتعطب حلي هاد الجسم هاد من يكير خراسو كي يعطي بانه موقش الياقضة هي اللي غادي تكون غادي تخدم وانما النوم دونك كي ومعه هاد التشكيل اللي هو شبكي واللا لفور ماسون غيتشكيلي عندها علاقة يعني وطيدة مع هادك اللي قلنا داك المجمع المجمع ديال الغودة النخامية اللي هو الكمبلكس إيبوتالامو إيبوفيزير دونك كيمشي كيعطينا لاشنو كيوقع منين كي النوم هو اللي سيبان بحل ليرا الانسان محتاج للنوم كيمشي لهاد اللي بوطالامو إيبوفيز هدا وهاد الغودة دي النخامية اللي هي اللي تجعطيناه تنتقل على تقول quêنا الجسم وتقولل حسنا التنقصلينا منğaد السيتاءج هي اللي قلنا عاليها الهورمون ديال الكورتكوستيمولين هي اللي مسؤولة للككورتزول والككورتزول إذا فاش كيتهبط هذا الهورمون اللي جايه من الدماء ، كيهبط حتى الكورتزول اللي جايه من غدد� mystery كيهبط وإذن قاع الأعراض ديالستخيس كيينقصوا. دونك على كلين هات جاكوبسون هدا توصل بأن الاسترخاء العضالي والعصبي كيقدر بأن الإنسان يهبط الكورتزول ديالو ويهبط هدوك عدار أعراض استخيس وحد الإنسان يسترخي مدة واحد ديال ربوع ساعة في النهار ما خدتلي هوالو يعني يقدر يقضيها في التأمل يقدر يقضيها غير ما يفكر حتى في شي حاجة يقدر يقضيها بحل واحد الاتصال التواصل مع نفسه لأنه خسل واحد ضروري يلقى واحد الوقت في اليوم باش يتواصل مع نفسه يسمع غير نفسه يكون واحد الاخذ ورد فقط مع النفس ديال الإنسان علاش باش نكونو احنا في الاستماع الدس ديالنا والجسد ديالنا والدماغ ديالنا والعقل ديالنا باش يكون واحد التوازن كبير باش نحاولو نتحكمو في الدس ديالنا ونتحكمو في نفسيتنا ثاني طريقة باش نقدرون نواجهو للستخيس هو هاد سنفس البطني هاد سنفس البطني كيجي الإنسان كيتنفس من البطن دياله عشنو كيقدر كيقدر هاد البطن هادا كيقدر يعاوننا باش كنفرزوا واحد الهورمون كتسمى لاسيغوتونين هاد الهورمون هي اللي كنسميه هورمون السعادة كتجي منين كتجي من الجهاز الهدمي يعني من المسارن من الليزان تستا هي اللي كتقدر تعاون باش تعطينا هاد لاسيغوتونين هادي وهاد السيغوتونين مهم بزاف باش الإنسان يحس براسه بوحد السعادة كبيرة وكتقدر هاد الهورمون هادي كتقدر تجي نحس من الضمع ماشيغير من هادا دا كش علاش راكي نشوفوا الوليدات الصغر فاش كيكون الوليد صغر فاش كيكون باقي صغير كيتنفس من البطن دياله وراكي تجي حسل من بعد فاش كيقولي الواحد كيقولي كيدخليه ذاك المشكل ديال الكورتزول وديال استخاس وديال هادا عاد باش كيقولي كي تنفس ديال الصدر هو اللي كيغلب على تنفس البطني ذلك الشيء ليش مثلا يقدر الواحد فاش يدير الاسترخاء وفي نفس الوقت يدير هاد سنفس البطانية غير في واحد عشرة دقيق في النهار رها مهمة بزاف باش نحاربو هاد استخاذ هادا دونك خاصنا نعرفو بان هاد استخاذ واحد طاهرة اللي هي نقدرو نقولو عليه بانه هو مرض ومتسبب في عدة امراض رادا باك نشوفوه كما قلنا في الاول بان استخاذ كيكون مورا بزاف تلانواع دي الامراض المزمنة وامراض الخطيرة بزاف وكيقدر يكون مسبب حسن بعض الاورام ذاك الشيء لاش خاصنا يكون عنا واحد المقاومة نفسية وجدسة ديها ضد هاد استخاذ قبل ما يغلب علينا وقبل ما يتغلب علينا لان لا خلينا استخاذ كي تغلب علينا راح كنوقعو في هاد المشاكين اللي قلنا هوم اللي كتقدر تأدي حتى للموت نكتفي وبهذا القدر وإلى اللقاء